بحث وزير النفط والبعادن الدكتور سعيد الشماسي مع نظيره الكويتي الدكتور سعد البراكة أوجه الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين على هاميشي فعليات مؤتمر الطاقة العربي بالعاصمة القطرية الدوحة وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض التعاون بين البلدين الشقيقين بمجالات الطاقة واستعرض الوزير الشماسي العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة لتطوير وتحديث شركة مصافي عدن وبما يساهم في تعزيز امدادات الطاقة والاستثمارة وإنتاج النفط والتكرير والتعديل وإمكانية العمل لتقديم التسهيلات من جانبه أبدأ وزير النفط الكويتي ترحيبه بالعمل المشترك والفعال مع الجانب اليمني لتنشيط الفرص الاستثمارية بمجالات الطاقة اشتركوا في القناة